اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بتاعنا مع عائلة مسافرة في سفينة ولكن فجأة النار بتنتشر وبتدمر السفينة وبيحاولوا الاب والام مع ابنهم ان هما يهربوا منها وفعلا بيقدروا ان هما يبايدوا عن النار وبيوصلوا لجزيرة في وسط البحر مليانة بالحيوانات بيقدروا ان هما يعملوا بيت فوق الشجرة علشان يكونوا في امان بعد كده بنروح للغوريلا اللي بتسمع صوت طفل بيعيط وبتفضل تقرب من الصوت لحد ما بتوصل للبيت وهناك بتلاقي ان فيه اثار دم لرجل حيوان مفترس بتقرب الغوريلا من الطفل اللي بيكون بيعيط تحت بطنية وبتفضل تلعب معايا لحد ما بيبتسم ولكن فجأة بيهجم نمر قوي جدا على الغوريلا وبيحاول ان هو يخطف الطفل منها ولكن الغوريلا بتقدر انها تنقذ الطفل وبتهرب بيه بعيد عن المكان بتروح الغوريلا لباقي الغوريلاات وبنعرف بعد كده انها ست وبتحكي للغوريلاات الباقيين على قصة الطفل واللي حصل مع النمر بيقرب منه غوريلا صغيرة وبيفضل يلعب معاه وبيسأل الغوريلا عن امه فبتقوله الغوريلا اللي بنعرف ان اسمها كالا انها هتهتم بيه وتحبه زي امه بالزبط بيتكلم بعدها الغوريلا كيرشاك مع كالا وبيقول لها ان ده انسان ومش هيقدر يعود غياب ابنهم اللي فقدوه وبيكون رافض انه هم يهتموا بيه لانه هيعرض حياة مجموعة الغوريلاات للخطر وده لان اكيد اهل الطفل هيهجموهم بتأكد له كالا ان النمر قتل اهله وان مفيش اي خطر على المجموعة بتاعتهم وبتطلب منه ان هم يخلوا الطفل عندهم ويهتموا بيه بالذات لان اهله ماتوا بيوافق كيرشاك ان هم هيحتفظوا بالطفل عندهم ويهتموا بيه ولكنه بيقول لكالا ان هو استحالي يتعامل مع الطفل دا على انه ابنه بيتكلم الغوريلا الصغير مع كالا وبيسألها هيسموا الطفل ايه فبتقول له كالا ان هما هيسموه طرازان بنجرب الاحداث بعد كده وبنشوف طرازان وهو بيجبر وسط الغوريلاات وبنعرف ان صحبته الغوريلا اسمها تريك وبتفضل تعرفوا على كل صحبتي الغوريلاات اللي بيرفضوا ان هو يلعب معهم لان هو مش شكلهم بتقول له تريك ان هو لو عاوز يلعب معهم لازم يجيب لهم شعرة من شعر الأفيال وطبعا بيوافق ترازان على طلبها وبتشوفه الغوريلات وهو بينط ما بين الأشجار زيهم وطبعا بيتفاجئوا من حركاته بيعوم ترازان بعد كده لحد ما بيوصل لقطيع الأفيال وبنشوف فيل صغير اسمه تانتور وبيكون خايف من المية ولكن فجأة بيشوف ترازان فبيخاف أكتر وبيجري على أهله ويحذرهم ولكنهم مش بيصدقوا اللي بيقولوا ليهم بيحاول بعد كده ترازان أنه هو يمسك شعره من جسم الفيل ولكن بيشوفه الفيل فبيخاف وبتخاف بقية الأفيال وبتفضل تجري بعشوائية في كل مكان وبتتخض منها الغوريلات وبتدوس واحدة من الأفيال على ترازان وبيفقد الوعي بتوصل تريك لترازان وبتكون فاكرة أنه مات ولكنه بيفوق وبيديها شعرة الفيل اللي طلبتها وهنا بيقرب منهم الفيل تانتور وبيقولهم انتو عملتوا كل ده عشان شعره واحدة ده نديلي كله مليان شعر بيوصل كيرشاك بعد كده وبيكون طبعا متعصب جدا من اللي عمله ترازان فبيعتزله ترازان لأنه عرض حياة المجموعة للخطر ولكن كيرشاك بيرفض اعتذاره فبتتدخل كالا وبتفاهمه أنه لسه طفل ومش فاهم كل اللي بيحصل في الغابة ولكن كيرشاك بيكون متعصب وبيقول لها أن الطفل ده عمره ما هيكون زي ابنه اللي فقدوه بيزعل ترازان من كلام كيرشاك وبنشوفه بعدها بيروح لكالا وبيسألها عن السبب اللي مخليه مختلف عنهم ولكن كالا بتقوله أنه هو مش مختلف لأنه عنده عينين وإيدين زيهم بتمر الأيام بعد كده وبيكبر ترازان أكتر وبنشوفه وهو بينط ما بين الأشجار بكل سهولة زي الغوريلا بالزبط وحتى يمكن أحسن وفجأة بنلاقي فهد بيهجم على كالا ولكن بيوصل ترازان في الوقت المناسب وبيفضل يطرد الفهد وبينقص كالا منه بتشوف بعد كده باقي الغوريلاات اللي حصل وبيقع ترازان مع الفهد في حفرة ولكن بيقدر ترازان أنه هو يخلص على الفهد وبيشيله وبيجيبه قدام كيرشاك اللي بيكون متدايق من اللي حصل اللي قاله بيسمع بعد كده القطيع صوت غريب جاي من بعيد فبيقمر كيرشاك كل القطيع أنه هو يتحرك وفعلا بيتحرك كل الغوريلاات مع عدة ترازان اللي بيرجع علشان يشوف الصوت ده جاي منين بيلاقي ترازان فارغ بتاع رصاصة واحد بيقطع في نبات البامبو ومعاه بنت وراجل تانيين بنعرف أن الراجل اللي بيدرب النار اسمه كلايتن وأن البنت وأبوها جايين للغابة علشان يعملوا دراسة عن الغوريلاات وأن هما عينوا كلايتن علشان يحميهم من حيوانات الغابة المفترسة ولكن فجأة بتظهر مجموعة كبيرة جدا من الحيوانات وبتحاجم كلايتن والمجموعة اللي معاه وبتحاول البنت أنها تهرب منهم فجأة بيظهر ترازان وبيقدر أنه ينقذها منهم وبتستغرب البنت لما بتلاقي أن ترازان بيقدر أنه يتكلم مع الحيوانات باللغة بتاعتهم بتبدأ بعد كده الدنيا تمطر بشدة وبيبدأ ترازان أنه يقرب من البنت لما بيلاقي أنها شبهه أكتر من الغوريلاات وبيقول لها أن اسمه ترازان فبتقوله أن اسمها جين ولكن ترازان ما بيكونش قادر أنه يتكلم معها وبيفضل بس يردد في كلامها فبتطلب منه أنه يروح معاها للمعسكر بتاحها هي والدها بنروح بعد كده للغوريلاات اللي بيوصلوا لمعسكر جين وهناك بيكونوا منبهارين بالأجهزة والأدوات اللي موجودة في الخيمة بتاعتهم وبيفضلوا ويلعبوا بيها بيدخل عليهم ترازان وجين اللي طبعا بيكون مبسوطة جدا لأنها أخيرا شافت حيوانات الغوريلا تعرف من هنا بقى قصة ترازان وأنه تربى وعاش عمره كله وسطهم ولكن فجأة بيقرب منها كيرشاك اللي بيخوفها بصوته فبتقع من الصدمة وبعدها بتمشي الغوريلاات كلها ومعاهم ترازان بيوصل أبو جين وبيجري على بنته جين علشان يتطمن عليها فبتحكيله كل اللي حصل لها وبتقوله أن الراجل الغوريلا هو اللي أنقذها من باقي الحيوانات بيأمر كيرشاك القطيع أنه هو يبعد عن جين والمجموعة بتاعتها ولكن ترازان بيروح وبيتكلم معاه وبيسأله عن السبب اللي بيخليه دايماً خايف وبيبعد عن أي حد مش من نفس نوعه حتى لو كان طيب ومسالم ولكن كيرشاك بيطلب من ترازان أنه هو يسيب القطيع لأنه هي دي الطريقة اللي هتحمل القطيع كله من أنه يدخل في أي مشاكل بيكون ترازان طبعاً متدايق ولما بتسأله قال عن السبب بيقول لأنها دايماً كانت بتقوله أنه هو غوريلا زيهم وأنها ما عرفتوش أنه هو أصلاً كائم مختلف عنهم وأن فيه كائنات من نفس النوع بتاعه عايشين معانا على الكوكب فبنروح لجين اللي بترسم ترازان لولدها وبتفضل تقلده وبتقول لأبوها كمان أنه كان مرتبك ومتوتر كأنه أول مرة يشوف حد من البشر بييجي بعد كده كلايتن وبيقول لها أن اللي جين بتقوله مش حقيقي وأنه هو من أثار الصدمة اللي هي فيها بس مش أكتر والكلام ده من وقت ما هجمتها الحيوانات المفترسة اللي موجودة في الغابة ولكن فجأة بيظهر لهم ترازان وبيتحمس والدها جدا لما بيشوفه ولما بيقرب منه كلايتن علشان يضربه بالبندوية بتيجي جين وبتمنعه وبيفضل ترازان يقلد كلايتن في أي حركة بيعملها وأي كلمة بيقولها بطريقة كوميديا جدا بتاخده بعد كده جين لجوة الخيمة وبتفضل توري له صور مختلفة وتشوف رد فعله عليها وكمان بتقراله كتب وبتعلمه الإراية كمان وفي يوم بتسأله جين إذا كان يقدر أنه هو يخدهم لقطيع الغورلات ولكن ترازان بيرفض على شام ما يضيقش كيرشاك بتوصل بعدها السفينة اللي هتاخد جين والدها للندن وبتطلب جين من ترازان أنه هو يروح معاه من جلترا ولكنه بيرفض لما بيعرف أنه هو مش هيقدر أنه يرجع للغابة تاني بسهولة بيطلب ترازان بعد كده من جين أنها تفضل معاه في الغابة ولكنها بترفضه وبتسيبه وبتمشي بيجي له كلايتن بقى وبيخدعه وبيقوله أنه لو ساعدهم يوصلوا لقطيع الغورلات هيقنع جين أنها تعب معاه على الجزيرة وما ترجعش لإنجلترا بيوفي ترازان أنه هو يخدهم للمكان القطيع وهناك بتقبلهم كالا فبيقولهم ترازان أنها تبقى والدته وبيبدأ باقي الغورلات أنه هم يقربوا منهم ويلعبوا معاهم ولكن فجأة بيجي كلايتن وبيحاول كيرشاك أنه يهجمه ولكن ترازان بيقدر أنه يمنعه وبيطلب من جين ووالدها كمان ومعاهم كلايتن أنه هم يمشوا من المكان حالا بيديك كيرشاك وبيقول لترازان أنه خنهم لما فكر أنه يجيب الكائنات الغريبة دي لمكان القطيع بتاخد بعدها كالا ترازان للبيت اللي لقيته فيه وهناك بدأ بقى تحكيله على الحقيقة وكمان شاف الصورة بتاعت والده ووالدته وبيتقوله أنها حفظت عليه من وقتها لأنها كانت بتحب تشوفه سعيد وبيقول لها ترازان أنه يمشي مع جين ووالدها علشان يرجع يعيش مع الكائنات اللي شكله مرة تانية فبيودع بقى ترازان قالا وبيقول لها أنه عمره ما هينساها مهما حصل وبيروح صحاب ترازان تيرك وتانتر علشان يودعوه قبل ما يمشي ولكنهم بيوصلوا متأخر جدا وبتكون السفينة ثابت الجزيرة ومشيت بالفعل بنروح بعد كده للسفينة وبنشوف جين وهي بتتكلم مع ترازان عن حياته الجديدة اللي طبعا هيعيشها في لندن معاهم وكمان صفات البشر اللي هيعيش معاهم ولكن فجأة بيهجم عليهم قراصنة وبيتصدموا لما بيعرفوا أن كلايتن أصلا يبقى زعيم عصابة وأنه جيل الجزيرة دي علشان يصطاد غوريلات ويبحها مش علشان يحميهم زي ما كانوا فاكرين ولا حاجة وبيؤمر كلايتن اللي معاه أنهم يحبسوا ترازان ولكن ترازان بيصوت بصوت عالي جدا فبيسمعوا أصحابه اللي موجونين على الجزيرة وبيعرفوا أنه هو محتاج لمساعدتهم بيقرروا طبعا أنهم يروحوا علشان يساعدوا صاحبهم بياخد بعد كده كلايتن مركب صغير وبيرجع للجزيرة علشان يصطاد الغوريلات وفي نفس الوقت ده بيكون ترازان بيحاول أنه يكسر الأفص اللي هو محبوس فيه ولكنه ما بيقدرش وبتفضل السفينة تيميل يمين وشمال لحد ما بيوصل تانتور وترك اللي بيقدروا أنهم ينقذوا طرازان واللي معاه من السجن بيوصل بعد كده بقى كلايتن وبقى العصابة للمكان اللي في الغوريلات وبيبدأوا أنهم يصطادوهم وبيقدر كلايتن كمان أنه هو يصطاد كيرشاك وبيقرر أنه هو يقتله ولكن طرازان بيوصل في الوقت المناسب وبيقدر أنه هو ينقذ كيرشاك وبقى القطيع بيقدر الغوريلات كمان ومعاهم مجموعة من الحيوانات التانية أنهم يحبسوا كل أفراد العصابة وبتكون قالة على وشك أنها تموت ولكن بتوصلها جين على آخر اللحظة وبتقدر أنها تنقذها وبيستخدم بعدها كلايتن البندوية وبيقدر أنه هو يصيب كيرشاك وبتجري عليه جين وبتحاول أنها تمنعه أنه يخلص عليه ولكنها ما بتقدرش بيجم بعد كده الطرازان على كلايتن وبيكون قادر أنه يخلص عليه ولكنه ما بيرضاش أنه يقتله وبيكسر البندوية ولكن كلايتن بيقع وبيموت مشنوق من الحبال الكتير اللي كانت موجودة حوالين الشجرة بعدها طرازان يتطمن على كيرشاك وبيتكلم معاه وبيطلب منه أنه هو يسامحه وكمان بيطلب منه أنه هو يفضل مع القطيع ويهتم بيهم وكمان بيقوله خلي بالك من القطيع يا ابني وبتكون دي أول مرة يقوله فيها الكلمة دي وبيموت بعدها كيرشاك وبيقرر طرازان بقى أنه يفضل على الجزيرة علشان وصية كيرشاك وبتودعه جين علشان ترجع لندن ولكن بيتكلم معها أبوها وبيطلب منها أنها تفضل مع طرازان على الجزيرة فعلاً بترجع جين وبتقرر إنها تعيش مع طرزان على الجزيرة وكمان بيقرر والدها إن هو يرجع معها ويكمل حياته هو كمان مع طرزان وجين على الجزيرة وبس كت لحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا نتمنى إن الفيلم والحلقة بتاعنا يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلاً ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلوكم من هنا كل جديد أشوفكم في حلات تانية كتيرة جديدة وسلام اشتركوا في القناة 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 شكرا